وجوده دايما بينور كده الستوديو كله منورنا النهاردة الكابتن ضياء السيد كابتن ضياء أهلا بحضرتك أهلا بك هاني ازايك وحشنا جدا ربنا نخليك أهلا بك هاني أهلا بك هاني كله بخير الحمد لله كله طيب كل موسم وانت طيب آه كل موسم والرياضيين بخير بدأ الدوري الممتاز 22-23 بدأ الدوري ايه 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 قبل ما اتكلم على المتشاكل اللي حصلت النهاردة يعني ايه اللي انت مستنيين من الموسم ده والله انا كنت مستني قبل ما نبتدي الموسم يعني فيه حاجات كانت نواقس كان مفروض تتكمل في خلال 3 أسابيع الراحة كانوا 3 أسابيع كانوا 3 أسابيع اللي هو من نهاية الموسم اللي فات يعني اه الحاجات اللي هي الخاصة بالدوري نفسه وبالاستعداد للدوري وبالشكل الدوري يعني الجدول نزل الفجر مبارح يعني مثلا ودي حاجة ساعة 3 لازم ياخدوا بالهم منها لا انا غالبا لجمهور أمريكا الجنوبية لا انا عارف انه في بعض الموافقات الأمنية بتاعة الملاعب اتأخرت فهم اضطروا يتأخر 100% بس الكلام ده برضو من بدري يعني هي المشكلة كانت في الإسماعيلي والمصري ودي مشكلة قائمة كان يبتدي فيها الكلام من بدري واول مصري تحديدا مثلا راح عمل عقد مع الاستاد الجديد بهاقي القناة السويس هو بيقوله عليه تغفى يبقى هنا على طول تتحرك تحرك لحظي دي بقى أنا من الحاجات الاستباقية على أتحرك في مشكلة أمن أبتدي حل زي ما حلوا كده أربع ماتشات أو ألعب كذا بالضبط بالضبط بالنهاردة المصري قال انه بعد أول يعني بداية من الجولة الرابعة استاد السويس هو اللي هيحتضن والماتشات الجماعية والمواجهات المصري قبل ماتشات الجماعية فهتكون في برج العرب في جزء ايه معرفتهاش هيبقى نفس السيستم كل الفرق هتروح الماتشين للإسماعيلية ولا هتروح الماتشين في استاد السويس الجديد في استاد السويس الجديد قصدي الفرق آه كل الفرق يعني المصري مش هيطلع برضو من الاستاد السويس لا لا هيطلع عادي بقى آه دي سؤال حلو دي واضحة مش واضحة طب أنا عارف ان طب بصلنا على ال 29 جولة اللي أعليزها أنا عارف ان الفرق الجماهيرية هتلعب كلها على برج العرب الماتشين ايه امان طب بقية الماتشات هل 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 مثلا المصري هتحرك هتحرك للبنك الأهلي آه في بيتروس بورت في ملعبه هتحرك الانبي هاي هاي حاجات دي ولا هنمشي على نفس النظام المصري يفضل قاعد في استاد السويس الجديد هقولك حال انت انت واخب بالك فدي برضو كانت تبقى أنا قصدي كان ايه يعني عشان ما نروحش في الجزئية دي لما يبعطوها لك آه ان الحاجات دي كلها كانت تتحضر من بدل لانها معروفة مش حاجات انت انفاجئت بيها يعني آه آه فيه لجان لازم تتكمل لجان الانضباط لجان المسابقات في الربطة حاجات كتيرة جدا تتكمل شكل المسابقة علشان لما تيجي تاخد اجراءاتك وخلال الدوري آه تبقى الامور خلاص انت عندك اللجانك وعندك جدولك وعندك كل حاجة مترتبة بشكل طبيعي آه ايه تاني مفيش كله في السويس الجديد كله في السويس الجديد يعني مثلا انا مصدته هو حاجة عشوائية ماتش فيوتشر مع المصر بورس عيدي في الجولة الخمستان ترجمة نانسي قنقر